تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 348 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 147 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 26 طن مواد غذائية كما تم ضبط أكثر من 105 أطنان سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن استرعب بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقرب من 14 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 444 قضية من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وقد تم ضبط 12 قضية بمجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية بمضبطات بلغت أكثر من 117 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر